أنا ما شفتش يوم عدل عد على فلسطين ولا شفت ضمير العالم بيتعامل بضمير حقيقي مع فلسطين لو إسرائيلي اتخربش يقوم العالم ولا يقعد ولو قتل آلاف الأطفال بل والردع من فلسطين العالم لا يحرك ساكنا واحد راجل أمريكاني أتى الطفل لمجرد أنه من أصل فلسطيني بس أنه من أصل فلسطيني أما السيد الفاضل جو بايدن فيصف الجريمة بأنها عمل كراهية مروع طبعا رئيس دولة عمل كراهية مروع عارف أنت فيلم النصر صلاح الدين عارف الله يرحمه رب حمدي غيس وبعدين مش فكر كنقعد مع مين يعني ممثلا عن أنه أحد قدت وأمراء وملوك أوروبا فبيقول له قلاقل فرح بصص له حمدي غيس كده ريت شو قدل له قلاقل تصف كل هذا بأنه قلاقل هي بذلك عمل كراهية مروع أنتوا مش قدرين يعني جو بايدن أو قدرته أو الشارع السياسي الأمريكي أو المؤسسات الأمريكية مش قدرة تستوعب أنه ده نتيجتكم أنتوا دي نتيجة طبيعية لكل المقدمات اللي زرعتوها أنتوا تحديدا جو بايدن تحديدا من وقت ما كان نائبا في الكونجرس وصولا إلى رئيس الليجة العلاقات الخارجية إلى آخره الكل شارك في ذلك مش بس جو بايدن كل الإدارات الأمريكية من وقت ما بقى في حاجة اسمها إسرائيل وحتى هذه اللحظة أنتوا شاركتوا في ده أنتوا صورتوا وساهمتوا وأكدتوا قدر استطاعتكم زورا وبهتانا أن الفلسطينيين ما هم إلا مجموعة من القتلة والمنظمات الإرهابية أنتوا ما قلتوش أن هم شعب محتل أنتوا ما قلتوش أن هم بيقاوموا احتلال أنتوا ما قلتوش أن هم كان بيتدسع عليهم بالبلدزرات وبييتدسع عليهم بالجرفات طفلة قتل بستة وعشرين طعنة لمجرد أنه من أصل فلسطيني عام الكراهية مروع أمريكا تحرك أساطلها فقط لأجل مصالحها وإسرائيل الإعلام والصحافة الأمريكية تقوم ولا تقعد لأجل فقط جندي إسرائيلي تخربش أما مصري مش مهم عربي مش مهم فلسطيني مش مهم خالص 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 نهائي كبرنا هنقول عام الكراهية مروعة طب ما حد يقول لي يا ترى هل ترى سي أن أن اللي بيعملوا مشاهد سينمائية اتكلموا عن عمل الكراهية المروعة ويترى تكلموا عنه إزاي فريد زكريا تكلم عن العمل المروع كريستين أمن بور تكلمت عن عمل الكراهية المروعة فوكس تكلموا عن العمل المروع سي بي اس تكلمت عن العمل المروع اي بي سي تكلمت عن العمل المروع عمل الكراهية مروعة طيب خد بقى السيناريو ده ونفس المشهد واعكسه واعكسه مش هقولك بقى عربي مواطن من اي حتة قام بلطن طفل اسرائيلي على وجهه لا قام بزغد طفل اسرائيلي في كتفه ايه زغد الود لا فين حملات الطائرات فورا ده زغد الود الود كتفه ما بيتحرجش من الزغدة الود ابوه دخل مصحة للعلاج النفسية عشان الود اتزغد الود امه حولت الانتحار لانه ابنها اتزغد الود بيبكي 24 ساعة وبيصحم كوبس لانه اتزغد وهيقعد مزعين السي ان ان وولف على فريد زكريا على كريش سيان امان بوال هيقعد ويصوله وولف بالزال هيقعد ويصوله ويجوله لاجل الوادي المزغود اما المقتول بستة وعشرين طاعة عمل كراهية مروعة